موسيقى شيء آخر سبب آخر ليظهر الرحمة وليظهر المحبة والحق للعالم من خلال عملية الكفارة عمل الكفارة جاء حتى يحرر من الخطيئة ومن العبودية أيضا لنسير أبناء الله لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد أهلك جاء ليخلص عن طريق الخلاص أظهر الرحمة أظهر المحبة أظهر الطاعة أظهر الحق وهكذا أحبائي جاء ليظهر هذه الأمور من خلال عمله الكفار التام الكامل على الصليب كمان شيء جاء المسيح ليعطي البصر والبصيرة وهذه واحدة من مواصفات المسية المسية هو الذي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد وهو الذي يبني هيكله وهو الذي يرد البصر والبصيرة في آن واحد لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين مكتوب الصارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا بيتكلم المسيح عن مجيوء أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل أعطانا الحياة وكمان الحياة الأبدية من خلال شخصه المبارك ثم جاء المسيح ليشهد للحق هذا هو عمل يسوع المسيح ثم شيء آخر صار المسيح إنسان ليكون كاهن أمين كإنسان وأخذ اشترك في جسم بشريتنا وأخذ إنساننا يستطيع أن يتعاطف يستطيع أن يشترك بألامنا ويتعاطف معنا ويمر في كل ظروف حياتنا وتجاربنا وألامنا وضيقاتنا معدى الخطية فهو كاهن أمين يقدر أن يعين ضعفات المجربين ويقدر أن يرثي أيضا ليرثي لضعفاتنا وككاهن هو في يمين العظمة حتى يشفع في المؤمنين وهذا هو عمل المسيح ما زال في السماء ثم شيء مهم جدا جدا جاء يسوع المسيح ليخلصنا من الخطية يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم الخطية التي حجبت التي فصلت الخطية التي لوثت وشوهت أمور كثيرة في حياتنا جاء يسوع المسيح ليقدم نفسه ذبيحة كما قيل عنه من يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم فهو الذبيحة الكاملة الذبيحة النهائية الذبيحة بلا عيب من أجلك ومن أجلي جاء المسيح ليخلص من خطية حتى يكون كفارة كاملة ليخلصك من قوة الخطية فقط شخص كامل يستطيع أن يقوم في هذا العمل لأن المسيح هو إنسان كامل بلا خطية يستطيع أن يكفر عن خطايا البشرية ولأن إنسان كامل هو تعاطف مع الإنسان فهم احتياج الإنسان ولا كان ممكن الله يرسل ملاك لكن الملاك مخلوق لكن المسيح ولد مثل أي شخص لكن بلا خطية وهو الذبيحة بلا عيب كاملة حتى يكفر عن كل خطايا البشرية وأيضا بكفارته يستطيع أن يوفي المطالب والعدالة الإلهية ويستطيع أن يرضي الله فقط شخص واحد وهذا تم من خلال التجسد من خلال مجيء المسيح إلى عالمنا كإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر